بحث وزير الخارجية سامح شكري استراتيجية عمل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وخططها التنفيذية للعام المقبل جاء ذلك خلال ترأس شكري لاجتماع مجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وأكد شكري خلال اللقاء أهمية تعزيز ودعم دور الوكالة باعتبارها من أهم أذرع مصر التنموية في القارة الإفريقية ودول الكومونولف